الزبط من اسبوع او من ثمانة يام كان هناك مباراة السوبر يعني من خمسة يام اسبوع مش فكرة كانت مباراة السوبر وهي مباراة اقيمت في المملكة العربية السعودية وحرصت المملكة العربية السعودية ومشتر تركي قال الشيخ رئيس هيئة الترفيق على استقبال هذا اللقاء وحط موارد مالية كبيرة جدا وكان التصوير والاخراج والملعب وكل حاجة هل انت ليك رؤى لفكرة قيمة الاهل والزمالك على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالمي يعني اي قيمة حد بتيجي من تاريخه ومن شعبيته يعني الملكة العربية السعودية لا تستقبل اي دربي الا اوروبي ولو دربي عربي بيكون فقط دربي الاهل والزمالك بص يا كابتن ايه رأك في قيمة الاهل والزمالك وايه دورنا ده انا كتبت كتير في الموضوع ده جدا ووجه كلامي للدولة بص يا كابتن انت عارف انا فرحت جدا 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 من منظر مرات السوبر يعني فرحت ان الاهل والزمالك بهذه القيمة فرحت المصر اقسم بالله فرحت وعزت ان انا فخور لأن كان فيه برضو إعلامين سعودين بيطلعوا ومش عارف إيه والدول إحنا عندنا الدرب الحقيقي لله والنصر وإحنا عندنا مش عارف هنا إيه وإذا إيه وبتاع وإنه أي فريق مصر لا هذه القيمة أو الأيكونة الأساسية فيما نسميه قوة النعمة إن ما كناش نحافظ عليه بإحنا بنهزر نحافظ عليه إزاي نحافظ عليه إزاي بالمحافظة على الأهل والزمال وليس معنى ذلك إن أنا حافظ عليهم أميزهم عن باية الأندية صحيح في اللوائح والقانوانيين لا أنا كده بغلط كل إنسان بيستمتع بما فهو أنا مكتب موضوع كويس يكفى علينا أنا مستمتع إن أنا كتبت موضوع كويس والناس اتكلمت عليه أو كتبت مقالة كويس ده يكفى علي الناس كلها بتتكلموا إن أنا شايفاني إن أنا صح في كويس ده 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 ما يبرغ ليش إن أنا روح الجرنان وأعمل ليه ده كده وأعمل ليه ده كده ونحسن منك ونحسن مش عارف إيه وإن أنا أطلب حاجة زيادة لا أنا أساب أنا خلاص أسابت خدت حقي أنا من تمييزي الأدبي إنما ما ممدش إيدي واع بس بالتزام بالقانون لا لا قولا واحدا فحدة أيقونة الأهل والزمالك دي إحنا بنخربها بأيدينا وما يجي حد دلوقتي أي بصيص إن مثلا دولة عاوزة تساعد شوية في إن تقوم الزمالك أو في فترة من فراد الزمان شوية وتقوم الآلي إيه دا وبتاع وجابين الفلوس منين وإنتم بتعملونه كده يا عمي ما أنتش فاهم إحنا لنا خصوصية إحنا ما تقسنيش بدول أوروبية أنا ليا خصوصية في مجتمعي أنا ليا خصوصية إن عندي أيقونة زي الفن بالضبط واكتر من الفن أنا لازم أحافظ عليها أنا كراجل سياسي أنا راجل سياسي أنا بقول الآن والزمالك بالنسبة لي قيمة سياسية قيمة سياسية وقوة نعمة هذا يجرون بقى إحنا بنجر بعض وقفة لمجالس إدارات الأندية مجالس إدارات الأندية لابد من نظرة لها نظرة واسعة أنا ليه بقولك إن يجب مش أي حد مش أي حد مش أي نجم يجي يبقى هو دا مدام كان نجم يبقى رئيس نادي الكلام دا فارغ يعني ميسي لا يصلح إنه برئيس نادي ماردونة لا يصلح إنه يبقى في أي رئيس محل حتى آه صحيح شوف يعني خالص ماردونة دا وماردونة دا يعني أحرف هتلي نجم من نجوم الكبار يصلح في العالم حتى لا يصلح محمد صلاح اللي أنا ما تتغنى به لا يمكن يصلح إنه مثلا يقعد على كرسي في اتحاد الكورة دي بس ما تقدرش تحكم برضا يا سعب تبقى أنت بتحكم من حكمك على تصرفات الشخص وحتى ما تقعد آي بس محمد صلاح عقلية كبيرة أوها لا عقلية كبيرة في مجاله ماشي يمكن بعد ما يبطل آه يكون شاطر يكون شاطر مع نفسه إنه نعطيله الفرصة ولا يقفهم عليه من قبله إنما إنما طبيعة محمد صلاح ليست طبيعة اجتماعية تقدر تواجه أزمات أو تواجه قضايا آه هو راجل قافل على نفسه آه وقدر يطور نفسه ودي تحسب ليه وتبعا حظيم هو آه كما للمفروض الإداري الناجح يكون إيه لابد آه أولاً يعني يكون مصقف آه ما تجليش واحد ما تعلمش وتقول لا أصل شاطر استحالة إنت ممكن تجيب واحد جاهل يلعب كرة حيلة أو بنيك بس بعد ما يخلص الكينو حطه في الشلطة أختلف معاك شوية في النقطة دي أختلف معاك أقولك ليه ممكن يكون في السيسنا يا كابتن يا ما مزلنا إنت فيه من غير ما ذكر أسمي فيه الحج اللي كان شغال في شارع عبدالعزيز ده وعمل إمبراطورية مش عايز أقول الاسم يعني إمبراطورية كبيرة وكان عامل صغير وقدر بقوة شخصيته وإدارته وإنه يعمل إمبراطورية كبيرة أنا قصدي ساعات البني آدم يا كابتن خالد عمل لنفسه عمل لنفسه عمل لنفسه لا مش لنفسه البلده كمان ماشي يعني مثل عبدالغفور البراعي والناس اللي هما نكحوا من الصفر دول عمل لنفسه أنا بتكلم على الذي يتصدى للعمل العام الذي يلتقي بعمل عام فيه مجاميع من البشر واسعة جدا بالملايين أنا مبتكلمش من على واحد نجح في مشروع أنا أعرف ناس كانت بليدة جدا في المدرس وعمل مشاريع لنفسها فضيعة ده حالة خاصة لكن إداريا إيه بقى؟ إنما إداريا لازم أنا أتعامل أما أجي أتعامل إنت عارف تمشي جزي لو أنا في التحدي المصارع أو مصارع كويس أو عنده بقى أو عنده ملكته والفنيات والحاجات دي ممكن نجي برؤية السحاد المصارع حيزه قليل إنما إنت جاي في ألعاب في الكورة جاي في ألعاب لها طبيعة سياسية غير عادية وخاصة في دول معينة وليها وبتؤثر على مزاج جميع الناس تؤثر على مزاجهم وعلى توجهاتهم وعلى أعصابهم وعلى علاقتهم ببعضيهم أنت شفت بعد موتش الأله والزمالك الدنيا راحت إيه الهستيريا دي؟ إيه الهستيريا دي؟ فرحة عارمة للزمالكوية بقى السنة بقى السنة أحيي معذر جماهير الأهلي اللي أنا شفتها أحييهم اللي هم يمكن كانوا أكثر عقلانية من مش عاوز أقول الكلمة التانية بقى من اللي هم يعني بيديروا جماهير تفلعت لأ إحنا كنا وحشين مبروك للأهلي فعلا أولاد زمالك فعلا أولاد جماهيره انا عاوز دي عاوز دي بس هي القضية في إيه بقى أنا يجب أن يكون رؤساء على أقل الرؤساء بلاش يا سيدي مجالسة الدارة كلها رؤساء الأندية الكبيرة الكبيرة يكونوا شخصيات عامة أو سياسية ليه؟ لأنك أنت هتواجه في ظل هذا الصراع أو التنافس اللي له طبيعة خاصة ولا يستمر لما نهاية هتواجه مشاكل اجتماعية وهتواجه مشاكل أمنية وهتواجه أشاكل لها طبيعة خاصة فلابد أن يكون هذا الرجل مقتنع ومتفهم ومتفهم لقيمة مؤسسته التي يديرها بالنسبة للمجتمع جدا